طيب هرجع لك دكتور علي عايزة عقيبك برضو على هذه الجزئية وأهمية دور القطاع الخاص واهتمام الرئيس بأنه القطاع الخاص أيضا يكون مساند للدولة يعني في مواجهة هذه الأزمة وحرصه على الحفاظ على العمالة في هذه الأزمة شايف الصورة ازاي وشايف ايه اللي ممكن يقدمه رجال الأعمال للدولة في وقت زي ده القطاع الخاص يمكن بيملك حوالي أو أكتر من 23 مليون عامل فيه أكتر من حوالي 80% تقريبا من العمالة في مصر موجودة في القطاع الخاص في الوقت الراهن أكيد محتاجين نفعل مفهوم المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص في مواجهة الأزمة دي محتاجين أن يبقى فيه تنصيق واضح ما بين الدولة وما بين رجال الأعمال ازاي ان احنا يبقى فيه رشدة وقاليات نقدر نتحرك عليها الفترة القادمة بشكل اللي يقدر يحفظ به على العمالة ما يبقاش فيه تسريب للعمالة ما يبقاش فيه تخفيض للأجور بشكل مبالغ فيه دي كلها حاجات الدولة كمان في البداية خالص ورئيس طلب ده فعلا ولا يبقى فيه تسريح ولا تخفيض ولا كثير ولا قليل ورئيس قبل ما يطلب خلينا نشوف الأسابيع قليلة الماضية هو الدولة وسيط رئيس أعلن قرارات كبيرة جدا ومهمة جدا وحرافز ومساعدات قد إيه لرجال الأعمال والقطاع الخاص بداية من أول تخفيض لأسعار الطاقة سواء بها من حدث عقاباء أو الغاز الطبيعي وتخفيض أسعار الفايدة 3% وتأجيل لأقصات قروض 6 شهر وغيرها وغيرها من القرارات اللي كانت مهمة جدا للقطاع الخاص فبالتالي لما بعد كل القرارات دي تكلف الدولة مليارات الجنيهات يبقى المقابل بس هو طلب الحفاظ على العمالة في ظل كمان ان احنا شايفين تقريبا اسبوعيا بييجي قرارات من سيادة الرئيس ومن الحكومة لدعم القطاع الخاص وبالأخص القطاعات كمان اللي بتواجه أزمة كبيرة جدا زي قطاع الطيران وقطاع السياحة ده كله أكيد بس لما الدولة تطلب الحفاظ على العمالة اعتقد ده طلب يعني بسيط جدا في ظل الحوافز وضمارات الدولة بتقدمها والمنافع كبيرة جدا اللي بيستفيد منها القطاع الخاص من هذه القرارات ده جزء التاني المسؤولات المجتمعية احنا كلنا في مركب واحدة يعني الفكرة كلها ان استمرار الانتاج واستمرار والحفاظ على هذه العمالة لان بعده خلينا يعني نوضح حاجة ان العمالة ديتها اصبحت عمالة مضربة مؤهلة اصل من اصول هذه الشركات والمصانع ففكرة ان انت تستغنى عن عامل مضرب ومؤهل وان انت بعد كده ترجع ان انت تدور عليه تاني او ان انت تجيبه تاني ده وضع يعني صعب جدا وبالتالي لازم نساعد الدولة اللي فعلا بتمر بازمة الازمة ديت مش بيمر بيها لوحدين العالم كله بيمر بيها واحنا شايفين كمان في كتير من الدول ازاي رجال الاعمال يبتدوا يسندوا حكوماتهم ويسندوا الدول الخاصة بيهم سواء من جانب التبرعات او الحفاظ على العمالة او حتى تحويل النشاط يعني احنا شفنا ان شركات ومصانع غيرت النشاط لمواجهة الازمة ديت اشتركوا في القناة